اشتركوا في القناة نعم الحمد لله يا كابتر وحيشني والله ربنا يخليك والأسرة كلها بخير بقى لي كتير مش فتاكش وحيشني بس أنا متابعك برطا طب الحمد لله وانت شغالين في الأكاديميات انتو في عندكو بوادر كده او تشوف في حاجات طلعة جديدة تطمننا بيها ولا هنبدأ نشتري 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 وصلا كابتر بأمانة يعني احنا يعني في الأكاديمية طبعا بكابتر كابتر شطة شطة الرئيس بتاعك اه طبعا ده حبيبي وأخوها كبير طبعا ده أخونا كليل وعشرة لعيب وفي التدريب وكل حاجة عملنا في أكاديميات كثيرة عندنا من أول اسكندرية الأصوام كم أكاديمية 20 أكاديمية يعني كابتر شطة عمل يعني وصلنا لعشرين أكاديمية وعايز يوصل كمان لأربعين ما شاء الله على أساس نغطي على مستوى الجمهورية كلها بس ده هجيب فايدة ما خلينا نتكلم بقى ولا هي عملية إن أنا بيزنس وبتاعه الكلام ده مستكبت عشان نبقى إحنا ما منبلغش يعني أو بنقول أي كلام الأكاديمية بيبقى فيه أولاد جاية عايزة تتمرن وعايزة تلعب عندها موهبة وفيه أولاد جاية عايزة تقدي تلعب تعليم ما فيش مكان تلعب تتمرن فيه كانو عمل الرياضة كانو عمل إن هو يبعد عن أي حاجة بتصرحوهم بقى في الأول ولا ما بتجوش سيرة بقى للكلام ده لا إحنا المدربين بتشتغل مع الأولاد كلهم بنفس السيستم هل ما بتعملش البرامج للعايبة غير العايبة لا بتعمل البرامج طبعا والمدربين بيشتغلوا عليهم وكل مدير فرع ومعا ناس مشرفين والمدربين بنقيهم كمان وبنتباحهم بنبقى إحنا أشرف عليهم بنتباحهم بنشوف التدريب بتاعهم للأولاد وبنعلمهم أول حاجة أهم حاجة الباص والاستلام والتحرك بالكرة بالزبط كده مبادئ الكرة الحاجات المبادئ اللي هي بنفتقدها في اللعيب لما بتشاهد في اللعيب دوقتي بنتفرج على اللعيبة بتاعت بره الكرة بتجايله وإزاي بيوقفها وبيستلمها وبيتحرك بتيجي الكرة يستلمها تغبط فيه وتبعد بيدا عنه مثلا خطوتين وحاجات زي كده فإحنا بنحتم بالحتة اللي هي الاستلام والاستلام والتحرك بالكرة بعد كده ده السن الصغير بنبدأ من أربع سنين يا كبتون مصطف من أربع سنين وتلات سنين بس أربع سنين وتلات سنين التكوين الجثماني بتاعه لسه مكتبه ما بيلاعبهمش الحاجات البدنية بلاها حاجات ترفيهية بيجري بالكرة حاجات صغنانة بنحببه في الكرة بس تلات سنين والله يلاقينا في ناس مستعدة في ناس عندها استعداد بس جسمه كويس بقى وماشاء الله تليه مثلا بيجري بالكرة بوش رجله محدش علمه بيشوت مثلا الكرة بيلاعبوه حاجات ترفيهية كده مقاس الكرة دي تلاتة مقاس تلاتة صغنانة جدا عشان يدوبك ده رجله متشوتش يعني لو شوت الكرة مش هتوصل خطوتين الكرة بتبقى وغده هوى كويس ولا بتبقى معقولة لا لا مرايحنا شوية عشان تبقى حنيينة على الرجل الولاد لانه لسه لسه صغير منعلمه يعني ما انا بقولك لسه تكوين الجسمين بتاعه لسه ما اكتملش طيب احنا دلوقتي سعداء ان انت موجود معانا انا سعيد الله وعاوزين نديلك جزء من اللي انت عملته مع النادي الاهلي التلاتة في النادي الهلي كم سنة ده من سبعة وسبعين لغاية اربعة وثمانين ما شاء الله فاحنا عمنا للك تأدير كده صغير بلخص وزئية بسيطة من حياتك في الكرة وبعد كده هنقعد بقى نتكلم على اكليميات ونتكلم على حال الكرة في مصر والنادي الاهلي فين دلوقتي والانديات التانية فين والكلام ده كله ان شاء الله احنا بنرحب بيه بيه كابتون صافة فاضل بقى هنشور بحاجة كده وبعد كده هنقعد نتكلم ماشي فاضل كده فاضل كده